طارق السوري يعيش في مصر وفي هذه الصورة يقف بعربته التي يبيع فيها كما ترون الكنافة والحلويات السورية وسط العاصمة المصرية القاهرة لكن طارق كان طالبا في كلية طب الأسنان بجامعة القاهرة وهو ما جعل البعض يطلق عليه دكتور الكنافة هذه الصورة بدأت بالانتشار على وسائل التواصل ليس فقط لمذاق حلوياته الشهي الذي يصطف حوله الزبائن لكن بسبب تغريدة من قبل سيدة بدأ أنها مصرية هاجمته فيها كسوري يعيش في مصر تقول تلك السيدة احفظوا شكله عندكم كويس بعد وقت ألي أليل حيقول لكم يا شحتين أنا جاي بفلوسي المصري جعان وفقير وانا سيدك أنا صاحب سلسلة محلات طارق السوري للحلويات السورية البسبوسة السوري أحلى من المصري هكذا غردت سيدة بدأ أنها مصرية على موقع أكس منتقدة وجود طارق كسوري في مصر كما حملت بقية تغريداتها إهانة لكل اللاجئين بحسب ما كتبت وبدأ من تغريدات سابقة لها أنها ضد وجود السوريين واللاجئين في مصر مع بعض المنشورات لحملة تدعو لمقاطعة متاجرهم أما بالنسبة لتغريداتها الأخيرة حول طارق فقد رأاها في نحو 24 ساعة أكثر من مليوني شخص توبعت هذه التغريدة من يتابع المشهد في مصر قد يرصد على مواقع التواصل خطابا مناهضا للسوريين واللاجئين بشكل عام وأيضا تحميلهم بعض أسباب الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تعيشها البلاد لكن هذه النبرة غالبا ما تواجه بأخرى أخرى تدعم السوريين وتدعم مشاريعهم في مصر التي حققوا من خلالها نجاحا ملحوظا في مطلع العام الجاري أعلنت مصر البدء في تدقيق أعداد اللاجئين وإجراء إحصاءات لهم وتقدير ما تتحمله الدولة مقابل ما يتم تقديمه لهم من خدمات في مختلف القطاعات كما طالبت سابقا أيضا المقيمين من الأجانب بصورة وصفتها بغير الشرعية أن يقوموا بترتيب أوضاعهم مقابل مبلغ ألف دولار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دائما ما يشير إلى أن الرقم هو تسعة ملايين لاجئ أو ضيف كما يحب أن يسميهم دائما كدلالة على الود والترحيب وبحسب المنظمة الدولية للهجرة فإن مصر فيها مليون ونصف المليون سوري ليس كلهم من اللاجئين بل من بينهم مهاجرون جاءوا واستقروا في مصر وكثير يعمل في مشروعات خاصة أما بالنسبة للتغريدة المناهضة للاجئين والتي فجرت قصة تطارق على مواقع التواصل فإن بعض الأشخاص قد أيدها لكن الأغلبية كانت ضدها وجاءت تعليقات عديدة تدعم الشاب وتدعم مشروعه وتنتقد ما قامت به تلك السيدة بل وذهب بعض الأشخاص لعربته حيث يبيعوا الحلويات هناك وتناولوا بعضا من الكنافة ونشروا صورها دعما له كهذه الصورة التي نرىها هنا مثلا يكتبوا بوب يقول الأرض أرض الله ويريد تبعثنا اللوكيشن عشان نروح نشتري منه يقولوا مؤيدا له أما نبيل فنبيل يقول أنا المصري صاحب البلد دي أبا عن جد بقولك مرحب بك يا طارق يا رب تبقى صاحب أكبر محل حلويات في مصر مصر بلدك وعلى رأسنا أي عربي في أرض مصر أما هنا إسلام إسلام يقول عن طارق في تغريدة على موقع أكس أو تدوينه على موقع أكس يقول شاب جميل كنت معد بالصدفة من ميدان الأوبرا في آخر الجزلية في مصر وتجرب من عنده وأكلت كنافة نابلسية ونواقف وتكلمت معاه شوية قلت له نفسك في إيه قال لي نفسي ربنا يكرمني ويبقى عندي محل عشان تعبت من وقفة الشمس وما كنتش أعرف موضوع أنه طالب في الطب بالفعل مشاهدينا طارق كان طالبا في كلية طب الأسنان في جامعة القاهرة لكن بعد أن أمضى عامين في الدراسة اضطر لترك الجامعة بسبب حاجته للإنفاق على أسرته وبدأ مشروعه لبيع الكنافة والحلويات السورية على عرب وسط القاهرة ليلقبه الزبائن بدكتور الكنافة كان طارق جاء إلى مصر عام 2012 في أعقاب الحرب في سوريا مع أسرته وحصل على شهادة الثانوية العامة بالتفوق ومنها إلى كلية طب الأسنان قبل أن يتركها ويتجه للعمل ينضم إلينا الآن القاهرة الشاب السوري محمد طارق مرحبا بك محمد ضيفا على برنامج ترندنك تابعنا نحن مع بعض هذه القصة أنت درست الطب وبنفس الوقت تعمل في بيع الحلويات كيف ترى مستقبلك؟ هل هو في هذه المهنة أم في دراسة الطب؟ دراسة الطب هذا كان مستقبل وكان أمل ولكن للأسف هو ضاع حاليا فهلأ الأمل الجديد الذي عندي أنه يبقى بالحلويات رب العالمين يكرمني ويصير عندي محل وبالحلويات فقط لغير لماذا؟ لأنك تجاوزت مرحلة الدراسة أم أن المستقبل التجاري ربما لهذه المهنة تراه أفضل لا لا بالعكس أنا أتمنى أني أرجع للجامعة مرة ثانية وكمل المستقبل الذي أحلم فيه من زمان وللأسف ضاع مني أنا سنتين كملتنا وبعدين بعد رحت فأكيد ترفضتني الجامعة أساساً أنا ما رحت على الجامعة من ساعتها ولا أعرف ورأي شو صار فيه طيب هذه التجربة التي نتحدث عنها اليوم في هذه القصة هناك من حاول أن أن يقلل من اللاجئين السوريين بشكل عام يعني في مصر ولكن هناك الكثير من الذين قاموا بدعمك وربما دعم حتى آخرين في هذه المسألة كيف تقيم هذه التجربة بشكل عام والله أنا حضرتك أنا مرة واحدة لقيت حالة متفاجئة ومصدومة يعني شو هذا اللي عم يصير يعني حتى ناس إجوا لعندي من الزباين اللي بيجوا بيشتروا من عندي قالوا لي أنت مو دريان شوف شو عم يحكوا عليك على تويتر سيدة مصرية عم تحكي أنه أنا لاجئ وأكلت عيش المصريين ومش عارف إيه فأنا يعني بصراحة كنت مصدوم بس بنفس الوقت كنت يعني فرحان بتفاعل المصريين معي لأ كانوا عم يدافعوا عني وإحنا معاك وما تقلقش وإحنا بضهرك يعني بالعكس أن هذا كان عم يعطيني أمل بزيادة مع أنه بنفس الوقت السيدة المصرية هي يعني جرحتني من جواتي يعني زعلتني كثير كثير يعسف لذلك لكن أرد أن أسألك يعني هذه المهنة منت الحلويات يعني لا يمكن أن يتم تعلمها بسهولة يعني بين الليلة وضحاها هل كنت تعرف هذه الصنعة مسبقا هل أنت الذي تقوم بإعداد الحلويات هلأ هي الصنعة مسبقة لأنه لحنا يعني أنا أول ما أجيت على الدنيا أنا شايف أهلي بيعملوا الحلويات فأنا كسبت هاي الخبرة منهم لحنا عندنا بلدنا ما كنا نشتري حلويات من محل لحنا اللي منشتغل الحلويات كلها عندنا بالبيت طب يعني أنت مختار شغلتين أو عكس بعض يقولون الحلويات تسبب ضرر للأسنال نفس الوقت أنت تبيع كنافر صحيح فأنت إيه يعني لو كملت شاهدتك هل بيعلهم كنافة وبعدين تعالجهم من تسويس الأسنان أو لا؟ بوزلهم السنان الأول بعد كده عالجهم فأنت رابح بالحالتين يعني آه على العموم أشكرك جزيلا شكرا على وجودك معنا في ترندنج وتمنى لك مستقبل أفضل في أي ما تتمنى سواء كان في دراسة الطب إذا كانت هناك فرصة للعودة إليها أو فيما تعمل به شكرا